قدرة العراق على إدارة ملفه الأمني بعيدا عن الوجود الأجنبي بات خاضعا لمعايير فنية وميدانية وفق المتخصصين فقد أثبتت القوات العراقية قدرتها على مطاردة التنظيمات الإرهابية والتفوق عليها أما فنيا فإن العراق بحاجة إلى تنويع مصادر التسليح والتدريب وإكمال صفقات الأسلحة المعطلة لدعم قواته بالوسائل المتطورة لحفظ سيادته الجوية والبرية من التدخلات نعم بالتأكيد هو ليس بحاجة لها لكن بحاجة إلى أن ينهي العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة للتخلص من هذا الإشكال الكبير انسحاب القوات الأجنبية من العراق ولسيما القوات الأمريكية قد لا يؤثر على الكفاءة الميدانية العراقية إلا أن فقدان المؤسسة العسكرية لأهم عناصر التفوق الحديثة كالرادارات والاستطلاع الجوي وأنظمة المراقبة والاتصالات قد يجعل العراق بحاجة مستمرة للدول التي تتعمد إضعاف جيشه وتكبيل قدراته القتالية وجود هذه القوات بهذه الخبرة بهذه الإمكانيات تستطيع الحفاظ على الملف الأمني صحيح هناك بعض الثغرات في القضايا الأمنية الستراتيجية ولكن يمكن تغطيتها من خلال التدريب من خلال التعاون مع الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال نحو مليون مقاتلين وعشرات الطائرات الحربية والقطع البحرية والبرية والأسلحة المتنوعة الأخرى هي أهم ما يمتلكه العراق الآن ما يجعل الرهان على هذه الإمكانات من دون تدخل أجنبي عسكري أمرا واقعيا على الرغم من الحاجة الملحة للتطوير ما توصلت إليه بغداد في حوارها مع واشنطن بشأن تحديد آليات الانسحاب العسكري من البلاد قد لا يكون ثابتا لأن ورقة الإرهاب لا تزال فاعلة فيما تستمر عرقلة تطوير القوات العراقية وتعطيل تعاونها مع جيوش دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية محمد الفهد بغداد الميادين